الآن يمكن الجزم بأن الملف أو ما يسمى بقالية 20 أصبحت فارغة تماماً لماذا؟ إذا عودنا إلى بداية الملف ستلاحظون أن هناك العديد من المصرحات هذه المصرحات انقسموا إلى مطالبات بالحق المدني ومشتركيات ومن اختار موقع الشهادة المهم عندنا لكي تفهموا كيف أم لا فارغ في الأول جوج الشكاية تضعوا أو ثلاثة جوجهم المعروفين للخلود والنعم الحروري الشكاية التي تم تحرك البحث هذا الجوج الشكاية لا يوجد وثلاثة إثبات لا يوجد شهادة طبية لا يوجد شهادة شهود لا يوجد اعتراف لا يوجد حالة تلبس لا يوجد شيء مقاوض الناس أو النساء التي تبعين في الفيديو الذين قالوا إحنا هما كينا أسماء حلاوي وكينا صار المرس وكينا ويداد ملحف هذا يقول أنه هو هذا وكي تقول أنه توفق في هذا الفيديو أسماء تقول لا ماشي أنا وعافف برنان وعافف برنان تقول لا ماشي أنا توفق تقول ماشي أنا لكي ينتمك إذن هذا تخلنا في الشك تخلنا في الشك إذن هذه المطالبة بحق المداني ما عندهم لا دليل لا وصلة إثبات لا شهادة ولا أي شيء إذن هم عندهم مصلحة في الإدانة لأنه تتنصبوا مطالبة الحق المداني علما أنه لا دليل لديهم تشاهد ما قال يعني أكد الكلام دينه بقال لنا شكون بقال لنا أمال هواري بقال لنا حنان باكور بقال لنا عافف برناني هذه ثلاثة مصرحات واحدة فيهم قاتل مطالبة حق المداني لي أمال هواري قالت لنا أنه لا أعلم بالموضوع وليس أنا إذن بحالة نقوله المطالبة الحق المداني وقفت ناقطة إذن من داخلهم جاءت وحدة تقول ليس أنا ليس أنا ليس أنا لا أعلم بالموضوع إذن فجر الملف من الداخل هذه المنظومة المطالبة الحق المداني انفجرت من الداخل بقى وجوج التي هي حنان باكور والتي هي عافف برناني هذه تنسبك مشاهدات الدولية القانونية إذن هذه وسيلة إتبات إذن تفق بو عشرين عندهم المصريحات ما يؤكد كلامه وهذه قوة إذن الكفارة جحت لفائدة تفق بو عشرين فضل الموضوع أضف إلى ذلك أن جميع الشهود بمن فيهم الشهود التي يحسابون أو التي طلبوهم طرف المداني كلهم أجمعوا على أن تفق بو عشرين ما شي هو هذا وهذا ما كيانش وما عرفوا عليه إلا الخير وما عمرت بتاعي التحرش وكال مشاكل وأكثر من هذا مثلا مراد اللي هو تقني بين مجموعة المعطيات التي تؤكد رواية تفق بو عشرين إذن جميع الشهود رجحت كفة تفق بو عشرين إذن هنا دليل الباراءة كين للتوفق هنا الملف والأخاوي إذا ضفنا على هذه القادية نحن كدفاع للمؤاذرة توفق بو عشرين دفعنا في تجاه الظور وبقينا بتبتين بهذا الأمر هذا هنا وقع حرش للنيابة العامة للمطالبين بالحق المداني المطالبين بالحق المداني التامس إجراء خبرة أعيان نيابة العامة لا تدفع تفق بو عشرين أنا يطلب خبرة ما طلبناها لأننا واعيين بهذا الأمر هذا لدينا اليقين التام أنها مشاهدك توفق نيابة العامة في سابقة طلبات إجراء خبرة على الفيديو ماذا يعني هذا؟ ما هي الدلالة لهذا الأمر؟ الدلال أن النيابة العامة تشكوا في وسائلها ولا تشكوا إذن هذا معطى خطير ما معنى أنها شكة؟ ما معنى أن القضية غير جاهزة؟ ما معنى أن القضية غير جاهزة؟ أنك ضرورة تدفع القضية التحقيق؟ بل أكثر من هذا أنت قدمت ميل في قضية وسائلك أنت مكاملاش إذن كيف تزوجين شخصا في السجن؟ بأن أنت شكة في المعطية التي لديك الميل القضية غير جاهزية بل أكثر من ذلك تتعرف أنه لا يوجد حالة تلبس وأعتقلته إذن هذه كلها معطيات تدخلينا نقول أن الميل أصبح فارغا ولا يوجد شيء اسمته قضية 20 لا يوجد شيء اسمته قضية 20 لا يوجد شيء لا يوجد شيء اسمه قضية 20 لا يوجد شيء لا يوجد شيء يوجد شيء هذا شيء باختصار شديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر